قال المفاوض العام لوكالة الأمم المتحدة لخوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فليب لازاريني إن دعوات الوكالة الأممية لدخول المساعدات وتحذيراتها من المجاعة في شمال غزة لم طلق أي تستجامع هذا وأضاف لازاريني عبر منصة X أنه من الممكن تجنب المجاعة في شمال غزة عبر إرادة سياسية حقيقية لإيصال المساعدات وتوفير الحباية اللازمة في قطاع غزة يستمر الوضع الإنساني في التدهر ومع مواجهة نحو مليونين ومئتي ألف شخص خطر المجاعة بات الوضع على شفى كارثة إنسانية مع خضوع إدخال المساعدات لموافقة إسرائيل بات الدعم الإنساني الذي يصل إلى القطاع شحيحا جدا بينما أصبح نقله إلى الشمال معدوما بسبب مواصلة العدوان الإسرائيلي نتيجة ذلك دفع نقص الغذاء آلاف الأشخاص إلى مغادرة شمال القطاع حيث نزح نحو ثلاثمائة ألف شخص باتجاه الوسط المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني قال إنه لا يزال من الممكن تجنب المجاعة في غزة إذا سمحت إسرائيل للوكالات الإنسانية بإدخال المزيد من المساعدات ولكن الوكالات تشجب جميعها تعنت الاحتلال الإسرائيلي وتصميمه على إبادة سكان غزة إما بالرصاص أو التجويع وقد يؤدي هذا النقص الخطير في الأغذية إلى ارتفاع كبير في معدل وفيات الرضع في شمال القطاع حيث يقع واحد من كل ستة أطفال تحت سن الثانية ضحية لسوء التغذية الحاد وقبل العدوان الإسرائيلي كانت تدخل إلى قطاع غزة حوالي خمسمائة شاحنة محملة ببضائع مختلفة يوميا ولكن منذ السابع من أكتوبر الماضي نادرا ما يتجاوز هذا العدد مئتي شاحنة رغم الاحتياجات الهائلة الأكثر إلحاحا بعد أن دمرت إسرائيل الإنتاجة الزراعية فضلا عن نقص الإمدادات الطبية والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمعيشة